أنت طبعاً اللي أنت بتقوله ده صحي جداً أنت بتتكلم في وقت مع اقتصاديات العالم كله كانت متأثرة بجائحة كورونا إحنا اقتصادنا مش بس تباسك لأ كمان هو انتعش وده أكيد انعكس على الحد الأدنى للأجور زي ما احنا شفنا احنا شايف عدد كبير قوي من الموظفين بيشتغلوا في الحكومة فده من الأخبار اللي في الحقيقة مش بس إيجابية يا أحمد ده إيجابية جداً جداً أن احنا نبتدي بها يومنا وأعتقد أن القرارات دي مهمة وهدفها الأساسي هو تحسين أحوال الناس المعيشية وأنهم يعيشوا بكرامة وجودة حياة خاصة كمان أنه من ضمن القرارات اللي وفقت عليها الحكومة مبارح تخصيص نص مليار جنيه لزيادة مكافئة أطباء الامتياز في تخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريد ضيف بقى على كل ده أنه تمت الموافقة على توفير مليار و 800 جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية ودي المشكلة اللي بتواجه تطوير التعليم في مصر عشان كده هيتم إجراء مسابقة لتعيين 30 ألف معلم جديد والمسابقة دي هتتعامل على مدار 5 سنين لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد أعتقد أن كل ده هينهي تماما المشكلة أو مشكلة العجز الكبير اللي موجودة في عدد المدرسين وهيساعد كمان بشكل كبير جدا في تطوير ملف التعليم في مصر في الحقيقة يعني دي أخبار إيجابية جدا جدا معنا النهاردة وإحنا في الحقيقة سعداء أن احنا النهاردة بنشوف التطور الكبير ده اللي احنا بنشوفه في كل أو جميع القطاعات بالذات لما بنيجي نتكلم على الاقتصاد عشان ده من أهم يعني يمكن الحاجات اللي بتهم كل الدول العالية